ازمة السلاح المنفلت في العراق توصف حكومي لمعضلة بلا حل اذا ان الدولة الحقيقية المتحكمة بالعراق هي دولة الميليشيات المسؤولة عن السلاح المنفلت فعندما يخرج الكاظمي داعيا الى ضرورة وضع السلاح بيد الدولة يتسأل العراقيون اي دولة يقصد وهل غير الميليشيات التي تتصارع الان يوجد من يحكم الدولة وكالة رويتر استنقل عن مسؤول حكومي في العراق اعترافه بان السلطات لا تستطيع فرض سيطرتها على الميليشيات المسلحة المتناحرة مؤكدا ان الحكومة لا حول لها ولا قوة لوقف هذا لان الجيش منقسم بين موالين للاطار التنسيقي وانصار التيار الصدري ولذلك المؤسسة العسكرية الرسمية بجيشها وشرطتها لم تبد موقفا تجاه القتال الذي دار بين الميليشيات كما ان ولااتها الحزبية تنذر من خراطها في مسرحية الدم القائمة والمستمرة بين ميليشيات الاطار التنسيقي وميليشيات الصدر تلك الميليشيات التي تمثل دولة عميقة داخل الدولة في العراق وتمتلك قدرات اقتصادية ومالية وسياسية ولديها مصانع للسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة وقامت بتحويل العراق لا ساحة خلفية للصراعات الدولية خدمة للمصالح الايرانية وعلى هذا الاساس فان سلاح الميليشيات يعد مسألة وجود للاحزاب التي لا شرعية لها عند الشعب العراقي ولا تستطيع ان تقدم انجازا حضاريا واحدا للعراق فهي تستقوي بالميليشيات على الشعب الرافض لوجودها في السلطة وبسلاحها تفرض اجنداتها حتى على من يشاركها في العملية السياسية زمن الحوارات والمباحثات دون التلويح باستخدام السلاح يبدو انه قد ولى تماما وما حدث منذ ايام من فصل دموي بين الميليشيات وما حصل في البصرة هو بداية لحرب طويلة لن يوقفها شيء الا بانهاء حالة الاحتلال وتبعاته واجنداته المستمرة منذ نحو 20 عاما